اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خمسين طفل يلي شاركوا معنا طيلة هالموسم بكل حلقات البرنامج وتحدوا ولعبوا ونميوا وطوروا مهاراتهم وقدموا لنا احلى الحلقات واحلى الفقرات لكن اليوم التحدي رح ينتهي ورح نشوف مين جمع نقاط اكتر من بين الاقوياء والنجوم فعليا المنافسة كانوا كل الاطفال عم بيكونوا بفريق الاقوياء وبفريق النجوم يعني الكل ربحان بس عملنا هالمنافسة بس لحتى نزيد حماسهم اكتر واكتر بالستوديو ويحاولوا يعملوا مجهود اكتر ليعلوا نقاط فريقهم بسرعة مننطلق بحلقة اليوم مثل ما قلت ما قبل النهائية مشان هيك انتو زرونا بحلقة الاسبوع الجاية ختمية رح نشوف فيها قدي تعلموا الولاد قدي تكتسبوا وقديش نميوا معنا وشو احلى اللحظات اللي قدواوا معنا بباصل خلونا بسرعة نستقبل فريق الاقوياء اهلا وسهلا بميديا مصعب كاترين نوح وكميل قديش قديش شو نوح مننا نعمل حركة عم تكونوا تعملوا حركة يالله شو الحركة ثلاثة اتنين واحد ايوه لا التحدي اليوم مبادئ بطريقة قوية ميديا هيدا اخر هيدا اخر فرصة للربح اليوم قديم استعدين كاترين مصعب نوح كميل اكيد رح تربحوا يلا لكين خلونا نشوف اذا رح تكونوا قدي التحدي بها الحلقة رح تخلوا رصيد عالي رصيد فريقكم وتربحوا المنافسة بس قبل بطاقة التعريف عنكم ميديا عمري 14 سنة من سوريا اكثر مادي بكرقها هي العربي لانه معقضة اسمي مصعب حسن عواز عمري 12 سنة من سوريا لما اكبر حبكون متل نيمار لاعب فطبول اسمي كاميل حوا عمري 14 سنة انا من لبنان بلعب باسكتبول هي هواية المفضلة تيفي ببعد مع اهلي بس انا اسمي نوح عمري 14 و انا من العراق في كتير اشخاص مطلومين بس ير كبير بحب عمل قاضي اسمي كاترين عمري 11 من العراق انا بخاف من العتم شوي تجي لي افكار مش حلوة بس بخاف بصلي وبنتهر هيدا الشي هودة هن فريق الاقوياء بالمقابل خمس اعضاء رح يشرفون على الاستوديو من فريق النجوم سلسبيل يزن عزيزة سلاف و محمد سلسبيل كيفك يزن الحمد الله الحمد الله عزيزة سلاف و محمد انا كتير فرحان عم بلتقيكم بالحلقة ما قبل الاخيرة و فيها رح ينتهي التحدي تعرفوا النتيجة النهائية فيها تنقلب بهالحلقة ليش لانه الاقوياء عندن 127 نقطة و انتو عندكن 124 نقطة يعني كل شي وارد بهالحلقة تلات نقاط بتقدروا يا يزن جيبوهم وتعدلوا النتيجة لبل جيبوه اكتر اذا كنتوا جاهزين شو يا محمد اتكال الفريق عليك اليوم اوكي يلا بطاقة التعريف عنكن قبل ما نبدأ المنافسة بازل اسمي يا زن عمر 12 سنة من سوريا بزع لكتير لما بكون بعيد عرفاتي اسمي سلاف سامر سليمان عمر 12 سنة جاي من سوريا بحب العب انا و اصدقائي قرة القضم معادة ما بهمني اسمي عزيزة محمد المواس عمري 11 سنة جاي من سوريا عدنا دكتور في سوريا بحب يصير مثلا بيفهم كتير و بيساعد المرضى والمحتاجين اسمي محمد جمعة عمري 13 سنة و من سوريا بحب يسير فرع فرنسا حيواني المفضل هو الفات اسمي سال سبيل عامل 14 سنة من سوريا حوايتي هي الاسباحة حلم ان سور سدلانية اصدقائي من سوريا مثل العادة قبل ما نبدأ المنافسة منستقبل حكيم حلقتنا واليوم معنا احلام وفراس اهلا وسهلا فيكن نحن بالحلقة ما قبل النهائية حلقتنا الاسبوع الجاي حلقة احتفالية بهالمغامرة اللي كلنا عشناها صغار وكبار بهالبرنامج بس تعرفوا احلام وفراس الاطفال مش دايما كانوا بفريق الاقوية او بفريق النجوم وهيدا شيء نحن اصدع من نيلة حتى الكل يكون عم بيشارك بكل الفرقين يعني مين ما ربح من اول حلقة لليوم رح بيكون واحد من هالخمسين طفل على القليل يساهم بنجاح الفريق او التاني سو اليوم انتو النجوم بس بفترة من الفترات كنتو الاقوياء والعاكس صحيح رح نبدأ لعبة الاولى لعبتنا الاولى سهلة كتير شد الحبل شايفينها الاشارة الحمرة هيدا الاشارة الحمرة هي اشارة الوسط كل فريق رح بيكون عم يتنفس ضد الفريق التاني الفريق يلي قبل بيقرب على نقطة على الخط الاصفر هو يلي بيكون الخسران ممنوع تتركوا ايدكن او تفلتوا ايدكن بتكون تمسكوا ايدكن بالحبلة وتضل بمكانها وتحاولوا تساعدوا فريقكم لحتى يربح رح نعمل محاولتين يعني مرتين الا اذا صار فيه تعادل منلجأ لمحاولتين جاهزين نبدأ اللعبة؟ عصابكم كيف؟ قوية ميحا يلا طلقوا تنلعب اول لعبة بازل يلا 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 محمد يلا محمد هنم محمد الشرط 날 الفريقين عم بيحاولون يشكلون بكامل قوته يلا يلا محمد يلا يلا ثابت لشرأ مثل ما واضح أنه التحدي يكون صعب معلش، هلأ منشوف آخر شيء بدأت طلس يلا، حمد برافو، يلا بدأت استراتيجية إذا تركت الحبل يلا، 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 يلا برافو، برافو يلا، 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 يلا يلا، يلا يلا، يلا يلا، يلا بالنهاية، في فريق بالضوط ممنوع تتركوا محلتكم برافو، برافو أقرب إيدك لا بدون، بلد إيدك، 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 تحب إيدك الحبل بعد بعد، إيدك، تحب الخبل، يلا بإيدك أنت محلّا بتخسب سبحان! ركز معه وردك! يلا حمد! حمد وحمد! أنت ومحلك سحب يدك الحبل أسر الحبل! يلا! عشر! تسعة! سبعة، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد يعني قد ما كانوا الشباب اليوم قوية الدكور كله انتزع الدكور السوديو انتزع رح نجع نعمل محاولة تانية لنشوف ممكن لأنه فريق النجوم يعدل النتيجة يلا ارجعوا اخذوا محلتكم بازل يلا 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 دعي تواعد تراس يلا 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 تراس تراس تعبتكم كثير اللعبة صح؟ ماذا ميديا؟ نعم تعبت كثير؟ محمس كثير اليوم ميديا نزده دموعة قد ما تعبت وشدت زقفوا للميديا وقط تفهم أنا الواحد لما بيكونها لقد محمس للتحدي بسير يعطي كل طاقته وميديا كانت من الناس اللي من اول الحلقات تعطي كل طاقته بالبرنامج وعن جد تجي بتلعب من كل قلبه ما بدنا يكد بآخر حلقة تكوني زعلاني طيب كما شفنا بكل محاولة فريق غلب بالتالي فيه نقطة أو نقاط رح بتكون لفريق الأقوية وكمان نقاط لفريق النجوم قديش هني هالنقاط أحلام وفراس بيقرروا ونحن بنعرف بعد البريك أثرت لأنه اليوم الحلقة حاسمة لهيك المنافذة قوية كانت اللعبة كتير حلوة وممتعة اللعبة كانت كتير حلوة وحماسية بس بنفس الوقت كمان كانت صعبة الاستراتيجية كانت أنه كان فيه أنا ورفيئة كنا ضعاف يعني مش أنه يعني كتير اضخام فقررنا أنه واحد أدام واحد ورا والباقي بالنص ولأول دق نجحت الاستراتيجية بس الدق الثاني راح تلصالح الفريق عمرت مجهود كتير كبير بهذه اللعبة لعبنا بقوة وحاولنا أنه نهزمه للفريق الأقوي علامتنا اللعبة أنه لازم نحط استراتيجية قبل ما نبلش لأنه إذا ما كان عنا خطة الشي اللي نحنا عم نفكر فيه ملاح يزبط أول جولة ما كنت كتير راضية بس تاني جولة عوضناها ورديتها كانت اللعبة حلوة بس صعبة شوي أول شي نحنا نغلطنا لازم اللي كان أول شي فيه واحد منو صحته قاوة منصحتنا لازم يكون ورا ونحنا من قدام لما كان هو من قدام بلشوا يسحبونا ولما رجع ورا بلش نسحبوهن وقدرنا نالوهن علمتني هاللعبة أنه يركزوا وحط قوتي وما أفقد الأمل علمتنا اللعبة أنه لازم نخطط منيح والشخص المناسب بيكون بالمكان المناسب حلقة حاسمة من فوزل من تبعها بهالأسناء ورح نعرف نتيجة اللعبة الأولى من فراس الفريقين بيزر مشهود كتير كبير واضح تعبوا كتير أكيد بالجولة الأولى ربح فريق الأقوياء مضاياً لكل الوقت أنه يخلي الإشارة الحمرة منصفه لميلتو أكيد وبالجولة الثانية عملوا استراتيجية حلوة لفريق النجوم ربحوا دغريب بخمسة عشر ثانية فالنتيجة حتكون هي ثلاثة للأقوياء ثلاثة للنجوم لأنه قدروا الأقوياء بأول جولة يسيطروا على كل اللعبة وكان فريق النجوم يزعبر النتيجة نهائية إلى هلأ وبعد فيه مجال تعدلوا النجوم نتبهوا منيح 130 لفريق الأقوياء و126 للنجوم نلعب بالستوديو ونأخذ رأي الأطفال بكثير من المواضيع التي تهمهم نسألنا الأطفال كيف تشوفوا المستقبل لأنه كثير مهم نشوف المستقبل من عيون الأطفال دعونا نسمع شو جاوبه بازل أنا بحس المستقبل أنه رح يكون حاله كثير أنا من هلأ عم أطور حالي بالراضيات مشان بس صير بالمستقبل صير مهندس صير أقوى بالهندسة أنا هلأ شايفة مستقبلي رح يكوني مليحة أنا عم أشتغل عليه فكروا أنه شو بدي أقامل سنت الجاي شو لازم أقامل شو لازم حسن شو غلطت فيها السنة لازم حسنه سنت الجاي شوف مستقبلي حلو لأنه بخطي شوف مستقبلي أنا حلو لأنه كثير عم مركز على الأشياء وعم اهتم فيها التفاصيل اللي بدي يكون عم أعملها بالمستقبل شوف المجتمع عم يتدهور لأنه التكنولوجيا خربت كثير عقولة من الناس وبسبب الفقر والجهل المجتمع عم يتكسر شوي شوي بحس المستقبل اللي إليه هو كثير حلو لأنه عطول بفكر لقدامه بخطيط لقدام وبفكر شو ها أعمر بس بالنسبة للمجتمع مثلاً بيكونوا عيشين هلا مثلاً بيأس عطول شو بيفكروا أنه خلص أنه طول حياتي حتكون مثلاً تعيسي أو شي أنا بقلهم تفائله بالمستقبل لأنه لأنه عندي أمل نرجع على بلنا وعندي طموحة أنه حق أحلامي والقصص اللي بيحلام فيه المستقبل أكيد رح يكون حلو إن شاء الله بس لأرجع على بلدي لأنه لازم نتفاعل نحن بالشغل الحلوة مو بالشغل مو بالشغلة السيئة هو حسب يعني مو كتير تمام ولا إنه كتير سيئ إذا بقينا على هالحالة بشوف المستقبل لأنه رح يكون فيه شوية صعوبات وهيك ومشاكل اللي بين ما أوصل حلمي بس بالأخير إن شاء الله رح أوصل له المستقبل حلو أكيد لأنه عندي طموحات لأن أحلامي يعني ما أنا من الأحلام الكبيرة المستحيلة اللي يقول فيها الناس هو ما فيه شي مستحيل بس ما أنا من الأحلام المستحيلة يعني أحلامي هي طموحات عم خططة وبدأي أشتغل لها نوصل للاعبتنا الثانية هاللعبة بدأ تركيز بدأ مش سرعة هالمرة شو بدأ؟ هدوء بعكس السرعة فيه ألعاب كتير ببرنامجنا كان بدون سرعة بدأ هدوء بدأ تركيز بدأ نفس وبدأ أعصاب هدي هالإلكتريك الميز إذا بتلاحظوا كل ما منقطعها بتبلش تضوء مشان هيك نحن شو عملنا؟ خففنا تضوء بالستوديو لحتى كل ما ضوء تكونوا عم تغلطوا غلطة رح بيجربها اتنين من الفريق لازم يقطع كل هالمسار بأقل ضوء ممكن كل مرة حتضوء رح نحسبها غلطة اتنين من الفريق رح نجمع لهم أخطاءهم والفريق اللي بيجيب أقل أخطاء هو يلي بيربح بدأ اتنين من الأقوية واثنين من النجوم مين من الأقوية رح يلعب اللعبة؟ مصعب وكمير من النجوم سلسبيل ويزان بما انه فريق النجوم عنده النغاة عقل رح خلي سلاف تقرر اذا بده فريقه يبدأ اللعبة او الفريق المنفس يزان عم بيقلنا شو تقول يلا ايه سلاف؟ هنه يلا فريق الأقوية بزل ست اربع خمس ست سبع مين تسع عشر يلا يا كميد سبراف وكميد 11 12 12 13 13 14 15 16 أم ترعبني 17 18 19 20 21 22 23 23 23 23 23 تقطع كلها بدون اي وحدة 23 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 23. سنرى الآن سيكون مصعب أن يزيد على 23 أو لا. أحصابك كيف مصعب؟ الحمد. نيحا. نيحا. كاميل بدك تزيح لحتى 24. 25. نيحا. 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 26. 27. 27. نيحا. مصعب إيده سبتي سريعة. نيحا. كاميل ومصعب 27. هل سيقدر فريق؟ هل سيقدر فريق النجوم يلعب نفس اللعبة مع سلسبيل ويزن؟ ويحقق أغلاط أقل من 27. نرى سوا. جاهزي سلسبيل. نعم. سلسبيل وحدك. نعم. 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 صرت بالنص وفقط اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 ضاوية 18 18 18 18 18 سلسابين فقدت الأمل بنصفة مرة واحدة وفقدت التوازن فقط نتيجة منيحة شكرا لأيدي يا زان يا زان شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك يا زان سأقل لك شيء أريد أن تسمعني كثير منيح النتيجة النهائية الآن 126 13 شكرا لك إذا أنت تجيب نتيجة سلسابين 18 هني جيبوا 27 إذا تجيب معدل لقل من 27 ستكون تساهم أن فريقك يعدل النتيجة يعدل المنافسة لبرنامج كله أنا لا أريد أن أضع كل التقلي عليك لأنني أعرف أنك كنت عنصر كثير فعال بالبرنامج لكن يريد أن تحاول بكل قواك أنك تلعب على رواء وبأعصاب هادية لأنه معك يمكن أن يعدل فريقك نتيجة كل الموصل نستعد؟ نعم أمهلك نعم أمهلك 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 سبعة وعشرين، ثمانية وعشرين، ساعة وعشرين، ساعة وعشرين، ديتين، معلش، معلش يا ظن، زأفولوا كثيرا يا ظن، يا ظن، أنا حطيت، يمكن تقل كثيرا على يا ظن، لأنه حملتوا كثيرا مسؤولية، يلا تعووا، تعونا حتى نشجعوا كلنا لا يا ظن، ونقلوا لا، لحظة، أول شيء، أنت من أول البرنامج عم تعمل مجهود كثير كبير، وبعرف قديش، ليك إجوا الأقوية لعندك، يشجعوك لترجع تعملها، ليك شو حيصير، يزن، طلع فيه، خط عينيك بعينيك، هلأ حنعمل عندك تشجيع من الجمهور عندك تشجيع من الأقوية ومن الكل، ليك شو بدي منك، رح نلغي كل النقاط، وفريق الأقوية أجول عندك ليقول لك أنه النقاط هي إلا مجرد لعبة صحيح، نحن هون بس عم نتسلة، بديك ترجع تعملها بأعصاب هادية، هنلغي كل النقاط، وبدنا هيك بس تعمل لعبة بطريقة جيدة، ولكل هم بيكون عم بيشجعك، ماشي، يلا، يلا، أول شيء، أخذ نفس، بعد نفس، وأنا مأكد أنك قادر تعمله، وأطرح نفس، وهنا، لديك كل الدعم والمحبة من كل الفريقين سمعوني، صوتكم ودعمكم لا، يلا، 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 أول شيء، بلش على رواء، على رواء، يلا، على رواء، على رواء، برافو، ياسا، على رواء، على رواء، واحدة اثنين على رواء على رواء يا زن يلا برابو يا زن برابو يا زن على رواء شفت بس على رواء برما على الهدو معلش ما انت لأنك عم بتسرع يلا معلش يلا برابو 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 يا زن برابو يا زن لحظة برابو يا زن يزن اللعبة رح انا للك شو هيصير ترجع اكدلك انه انت شيء اللي عملته هو شاغلي مانا سهلي ابدا بديك انت تعدلي وانا رح بعمله اوكي واذا غلط ثلاث مرات انا تكون انت عشر مني يلا يلا بس انا رح بعمل مجهودة اني ما غلط اوكي يلا يا زن عدلي اثنين ثلاثة اوكي بي ذرين بري Hawaii بمكة مهيودة سبيل التنال ت HUD سبيلتة محسو صعب ت �عر ويلا ويلا قديم أغطينا كم مرة؟ 22 22 22 يا زان أتفقنا؟ أتفقنا أرجع لفريقك والهدف كان كله من البرنامج ومن ألعابنا أنه نحن نتسلة وننبسط وأنا حطيت كل المسؤولية على يا زان بثاكت لحتى حمسه أن يلعب اللعبة لكن يا زان نحن فخورين فيك وأتذكر أيضا أنك كنت سبب ربح كثير من الحلقات لأنه عندما كنت تلعب مع فريقك لا يجب أن تنسى أبدا أنك بكل هذا البرنامج كنت سبب ربح لكثير من الحلقات حسنا ألعابنا خلصوا وحلقتنا لم يخلصت لكن بالمبدأ بالمبدأ ياللي فاس بالمنافسة هن فريق الأقوية أيضا نزقف لهم ومبروك لعيلهم فاصل بعده رح نتابع حلقتنا وبعد في كثير من الفقرات وما تنسوا في عنا المهمة وفي عنا الموسيقى نتابع حلقة اليوم من بازل تعرفوا شيء هلأ في كثير دموع بعيوننا لأنه بفتكر الحلقة ما قبل الأخيرة صح والله كان يعني شفتكم كثير تأثرته على الشيء اللي صار مع يزان شو محمد شو يعني فعليا أول شي بدي أنا بدي أشكرا كتير وبيدي بدي أقول أنه أنا كتير بحترم دموعك وبيحترم أنه أنت اليوم وبيحترم فيك وبيحيي فيك طريقتك بالتعبير لأنه نحنا بس الكبار بسير حتى نستحي نبكي ما في أي مشكل أنه نعبر وما في أي مشكل أنه نطلع دموعنا مثل ما نطلع تحية لمحمد إلي ما الذي زعلتك أنا زعلتك اللعبة زعلتك ما الذي زعلتك حبل 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 يعني الخصارة زعلتك خليني مسح لك نوعك بس لك الخصارة زعلتك يزان يزان كن عم بيحاول من كل قلبه وبعف أنه أنت صرتوا أصحاب يعني صرتوا مثل الأخوة ما عزيزة ساعديني شوي ولا أنت كمان مأثرة ما قادرت تحكي ليش هالقدي عينيلكون الشي اللي صار مع يزان بهمني كتير أعرفه لأنه شي كتير حقيقي وحلو ما قادر بس بيرجع بيقدر لو بيتمرن وبيعمل رح يرجع يقدر رح يجع يقدر من النهاية وعكل حال أنا لما عملت غلطت أكتر منه هي اللعبة صعبة وعينيها تكون آخر لعبة بالبرنامج لأنه هالقدي صعبة بس هذا الشي ما بيعني أنه ما عنده قدرات صحيح والأحلى من هيك عزيزة أنه أنه يكون عندنا تعاطف كمان لما منلاقي حدا تاني منعرف أدا عنده مجهود بس يمكن الظروف أو أوقات الإشياء اللي منحطه فيها ما بتكون عم بتساعده تكون عندنا كمان تعاطف معه ونشعر معه ونشجعه هيدا كمان شي حلوة وكمان نتأثر فيه هيدا على فكرة صفة إنسانية كتير حلوة بحييكم أنه موجودة فيكم نحنا مرات الكبار من ننساها معادي من نتعاطف ومعادي من نتأثر بقى أنتو بعدكم تتأثروا بالشي اللي عم بيصير مع أصدقائكم يصاروا مثل أخواتكم بهال برنامج صحيح محمد وعزيزة بقى صدقوني صدقوني أنه أنا بهيدا اللحظة ما عارب شو بدي ألكون لأنه هيدا الشي الحقيقي اللي أنتو عم بتعيشوه مرات واحد بيعجز أنه يقول كلمات فيه بس اللي بقدر ألكون يا شغلي وحده أنه إذا هل قدي الصداقة وإذا هل قدي التعاون وإذا هل قدي روح الفريق بتعني لكم يعني أنتو ناس كتير حلوين وراح تضلوا حلوين من هلأ لسير عمركم مئة سنة حسنا؟ شكرا 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 حسنا هناك رأس عمون شغلي لازم نكمل الحلقة طيب بنا نتابع على الحلقة وبفهم كتير تأثر تأثر الأطفال لأنه عشنا مع بعضنا أشهر وقضينا مع بعضنا أوقات كتيرية ولعبنا وتسلينا وبرجع بقول منافسة كنت عم بتحرك فينا هيدي هيك الروح الجماعية بقى بحييكم مرة تانية اليوم ما رح نطلع مهمة مع الأطفال إنما المهمة مع رايت تو بلاي بمشروع أدمه للأطفال بالموسيقى فراس شو كان هالمشروع يلي حنشوف بعد شوية روبرتاج عنه هو مشروع موسيقى من أجل التنمية اشتغلناه ببيروت وبعدة مناطق بلبنان مع أطفال وشباب صبايا علمناهم على الموسيقى بس مش على الألات الموسيقية على الإيقاعات الموسيقية مثل بيت هارمني وغيرها اشتغلوا الأطفال على الموسيقى من خلال مهارات حياتية اللي هو هادي منهجية ترايك تو بلاي اللي نحن نشتغل عليها فكان المشروع بلش من سنة كان طوال هادي السنة عم نشتغل مع الأطفال عم نشتغل تمارين ختموها بأنه كل مجموعة من الأطفال صار عندهم مثل مؤلفة شيء موسيقى لألهم خاص فيهم بس بتعبر عن حقوق كمان بيعانوا منا بالمنطقة اللي هن ساكنين فيها أو بيعانوا منا شخصيا كمجموعة وكمان من ضمن مهارات حياتية يعني وقدموا هذا شيء ببيروت وبشارع هو تقريبا حولوا لمسرح من بلاكين البنايات أو يعني البناء بحث ذاتها أو مداخل البنايات وبالشارع نفسه تحول لمسرح وقدموا من خلاله كل الرسالة اللي هن عنده نيانا نحنا كنا معكم بهالمهرجان الاحتفالي النهائي لهالمشروع مثل ما قلتي اللي مدتو سنة خلونا نشوف الروبرتاج بازل بعدل ما تنزيني عميني دوره تحميني انت القدول بتخليني اكبرت كل سنيني صح أنا صغير قلبي كبير صدقيني شو هي العنصورية العنصورية بنسبة لقلي لما السوري يعد ورا و اللي بلاني يعد أدام صغير ليش شخص لما تكون بشرتم اختلفة ما منعملوا كأنه إنسان ليش؟ هيلالا أبيان هيلالا أسود هيلالا أحمل تلنا من هالقلب بلاد أشتادي بلاد أشتادي بيدي أبلادي بلاد أشتادي باعدك على قلبي أغلاب الولابين بكرة بيخلص هالكاموس بدل الشمس بتضوح شفوص على عرض الوطن المحروص رح نرجع لك يوم النار رح نرجع لك يوم النار رح نرجع لك يوم النار بعد أبتم وغاية أشياء رح نسويها انتظرونا وروا الفاصل ونشوفوا الأشياء الحلوة رح نسويها بازل بازل بها الفقرة من برنامجنا نقدم دايماً عمل موسيقي من إبداع الأطفال على طريقتهم هالمرة رح يكون في عنا عمل موسيقي بس مش من الستوديو من برات الستوديو كليب تحضر مع الأطفال رح نتابعوا سوا بازل بازل كأنه إذا بنت الفرحة مش مكتملة مين بيحمل اسم البيت؟ مين بيرفع راس العيلة الهيئة بها الحياة؟ ما حدا بيسمع صوتي كلها متسويين بنفس الأهمية يد بيد قدرين نعمل كل الفرق مش مهم من أقوى من أفهم أو من أذكى نحنا موجودين تنعمل كل الفرق رح أرفض إنه صدق إني مش مهم إ ه الشغلي لص وبين انت ما عندك هو من هو يلي قال إنهم البنة مش قدام نحنا كامن قدرين نتميزون تقدام رح أرفض إنه صدق إنه مش مهلمة هالشغلي لصو بيان أنت ما عانتك هو من هو يلي قال إنه البنات مش قدم نحنا كمان قادرين نتميزون تقدم بنفس الأهمين كلها زيت الشي في تقدير محدة أو من حدر نعمل كل الفرق كلها مميزين مش مهم من أقوى أبداً مش مهم من أفهم أو من أسكر نحن موجودين نحن موجودين نعمل كل الفرق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة